استكمالا لمسلسل الورشات الخاصة بالمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المقامة بأجدير أبرز المشاركون خلال الورشة الرابعة تحت عنوان اختصاصات الجهة رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة أن الحكمة الترابية الجيدة تتطلب اعتماد مقربة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية مما يكفل تنزيلا سليما لورش الجهوية المتقدمة ويحقق تكاملا في الأدوار من أجل نجاعة تنموية تتجاوز الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات الاختصاصات الجهات رهان في قلب بناء الجهوية المتقدمة كانت وفشة التي ذكرنا فيها حول موضوع سبول الأمثل من أجل نقطعه واحد خطوة جبارة أساسية منتظرة منها وهي أن ننتقلوا لتفعيل كامل اختصاصات الجهات طبعا هنا تطرح التحدي المرتبط بالقضية التعريف ديال اختصاصات الجهات والتدقيق دياله فعلقته بما تقوم به الحكومة ما تقوم به الجماعات الترابية الأخرى تطرح الموضوع ديال النصوص القانونية والتنظيمية لربما نحتاج نعدلها بعد ما نكون ندخقنا هات الاختصاصات واستهدفت الورشة الرابعة التي تخللت أشغال المناظرة تدارس ومناقشة سبول إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى عن طريق اقتراح بعض المخرجات منها إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات وبين هذه الأخيرة والجماعات الترابية الأخرى السلامت باري في مدفوع الاختصاصة بالخلال